عند الحديث عن ما حل بالمدن والموازنة بينها والحكمة النابعة من التجارب المريرة ويتجلى ذلك في أبيات قصية هذه الطالبة تحدت كل الصعوبات حيث أنها طالبة كفيفة وحصلت على المركز الخامس في الفرع الأدبي لما كنا جايين على المدرسة كنا بدنا خلص نأخذ الراب كنا جايين على المدرسة فكنا بدي أش حكولنا أنه نسمع المؤتمر أنا شكيت وقتها أنه أنا يمكن أكون من الأوائل بس بنفس الوقت يعني خلصت بعدت بعدين طلع اسمي يعني بس طلع اسمي مايا بعدين كل صر كل صر هيك يسر حوالي وهيك يعني كتير اش حلو انا بصراحة كان طموحي وتفكيري انها تكون الاولى او من الاوائل لما اجل معدل تسعة وتسعين نسيت الاوائل طبعا اتجهنا بعديها يعني الساعة ثمان ونص تسعة رحنا على الاساس نجيب الروا بتباحها من المدرسة واحنا بالطريق بترن علينا مديرة المدرسة قات ياريت انتظر شوي عشان المؤتمر شغال انا لما سمعت كلمة مؤتمر بصراحة خلص رجع ببالي هاجس الاوائل يعني خلص يعني انا من عقلي من جوا مصمم انا بقول لا لازم يجيب من الاوائل لانه بنت الحمد لله يعني كانت لما تيجي من اللي الامتحان مبسوطة كثير وامتياس اتفاجعنا لما انتظرنا عذاب المدرسة او قبل المدرسة بشوي ولا وزير التربية كان يعلن وعالن عن العلمي وعن الادبي من اول علامة جابها ستة وتسعة وتسعين وستة بالعشرة او وستة بالعشرة تقريبا قلنا معقول صفننا زيك سكتنا سكتنا لغاية لموصل الخامس وذكر بنت وذكر الخامس مكرر اللي هي بنتي مايا طبعا ما بعرش بصراحة ما بعرش وصار معي بلاحظتها اه تكركبت من فرح لفرح اكبر اه مرحلة يعني بتكون فيها هيك يعني تعب نفسي شوي وهيك انه يعني الواحد بيكون مركز على هدفه وهيك يعني مراحل الدراسة بالنسبة لمايا يعني كان الاعتماد الرئيسي لازم يكون عليها هي كونها تدرس بريل برايل بس طبعا امها ما تركتها ولا لحظة ولا لحظة تركتها هي بتدرس على برايل امها بتدرس على الكتاب يعني بيكون معها هي كتاب عادي كتب العادية لكل غير قراءة ومرادة في له كتاب برايل بحستها كانت يعني تجربة مختلفة يعني يعني حستت حالي تعرفت على المواد اكتر من قبل وخاصة يعني وتجربة التعليم مختلفة كمان وهيك اول شي يعني الانسان ما بنكر انه الاعاقة موجودة سواء بصرية سواء جسدية سواء كذا بس انا يعني بنصح كل اب عنده اعاقة بغض النظر شو كانت يعامله معاملة طبيعية ويعطيه المجال يفتح للطريق يقول له انا وراك انا بظهرك وانت رح تعمل وانت رح تنتج وانا متأكد 200% اذا الشخص هذا لقى هيك امور قدامه او وجدها انا متأكد رح ينجح ورح يتعدى كل الصعوبات لانه المكفوفين تحديدا ما فيه الان اشي صعب عليهم نهائيا انا بحب احكي للناس اللي عندهم انه متاكل انهم بيحطوا هذا الاشي هذا قدامهم ويظلوا مصرين عليه يعني يجوزوا الاحباط والشغلات هاي يعني